بعد أسبوع على إعلان الاستقالة وغموض المصير ظهر الرئيس سعد الحريري في مقابلة الساعة والنصف المتمحورة حول النأي بالنفس إن شاء الله اللبنانيين كما توحدوا فيها المحنة يبقون موحدين الواضح أنه فيه سياسة جديدة أدمين عليها بالمرحلة أهم شيء الحفاظ على الوحدة الوطنية رح يرجع الرئيس الحريري ورح تتحاور وإنطوية وخصوصا أنهم بارح رئيس الحريري يرجع على وطنه ويرجع على مسؤوليته واللبنانيين جميعا بانتظاره للقيام بمسؤولياته كرئيس حكومة أصيل وكل اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر عودة رئيس حكومتهم إلى بلده سالما غانما مستقلا سيدا حرا من ضمن النأي بالنفس؟ على كل حال ليس هناك بلد أنقى بنفسه من لبنان في المنطقة لهجة الحريري حيال حزب الله وإيران كانت أقل قسوة من بيان الاستقالة على الرغم من استمراره في تحميلهما المسؤولية ما يضع التسوية السياسية تحت المجهر تسوية التي اتفق عليها لم يتم تنفيذها بدقة وكما يجب هذه الاستقالة لا تنحل إلا بتسوية كبيرة بتحط سلاح حزب الله على الطاولة وتكون بداية حل ونزع سلاح حزب الله هذا السلاح يجب أن يضع حدل له ترك الحريري الباب مفتوحا أمام العدول عن استقالته وهذا معكس ارتياحا في الداخل السياسي اللبناني الكلام كان إيجابي لكن شيء الأكيد أنه فيه تراجع نسبة للموقف اللي كان ياخده ببيان بين هلالين الاستقالة نعتبر يمكن فيه باب من أبواب الضوء عم ينفتح وإذا فيه عدول عن الاستقالة بيكون شيء منيح خاض رئيس الجمهورية حربا دبلوماسية لإنقاذ الحريري من الظروف الملتبسة التي يعيشها في المملكة معتبرا أنها وصلت إلى درجة الحد من حريته وفرض شروط على إقامته وعلى التواصل معه فما بين نظرية الاحتجاز ونظرية الحرية واقع يفرز المكونات السياسية بين مؤيد للمملكة ومعارض لها موقف المملكة هو سابقة بحق الدول يعني ما في المملكة العربية السعودية تحط رئيس وزراء لبنان بحالي من القهر أنا ما شفته محتجز أنا شفت شخص عم بيحكي بكل حرية أنا شفت سعد الحريري اللي بعرفه الأولوية عند كل لبنانيين بكل مستوياتهم هو عودة الرئيس الحريري ليبنى على الشيء مقتضى فلا يعطد بكل كلام خارج لبنان ظهر في كلام الرئيس الحريري ما غاب عن خطاباته في مرحلة العهد الأولى فارتكز على مشكلة اليمن ومن خلاله النأي بالنفس إلا أنه بقي متمسكا في الحوار لحل كل العقد رواند أبو خزام قناة الجديد